فوزي جمال معنا مباشرة من الديار البلجيكية مساء الخير سي جمال فوزي مساء الخير وأهلا وسهلا بكم وبالحضور الكريم سيم سطافا و سيم جيد وجميع المغربة سي فوزي متخبر وطن المغربي يحقق لهم يتجاوز عقبة المالي ما هي أبرز ملاحظتك التقنية في دين مقدمة والأسود في مرة تاليوم أولا نستغل الفرصة ونهني الفريق الوطن ونهني نفسنا مغربة بهذا الأداء لأن هذه 18 سنة وما مستطعنا لنفوتوا هذا الكب الحمد لله استطعنا باش نفوتوه وبالأداء يعني أداء متميز يعني وحتى الروح الجماعية كانت موجودة نظن بأن أحسن مقابلة في هذه الكأس إفريقية ولكن من نساوش بأن كما قال المجيد كانوا ببتت زرير تاكتيك نظن أنا بعد السيرتو على لانه نفسنا موجودة في دين مجدد لكن في الدخول إلى كل Zielوار كانت هناك مشارقة حيث في الفيديو كان يدعوني كلحاً حيث أن الكعبي ماقص بعمل في عدوة مالتقابة إلى ذلك الزيقل للتعرض لإعادة الحيث لتحضير المشاريع وقد كان هناك مفيد صحيح في أولى المتامة لكن التعارير المتامة في أول موسيقى كانت اوجد الكثير من الضعام يبدو وضع عن الأداء في المحاولة الفضل أن يشعر لأطفال في هذا المقابلة الغداء من السنباط يشعر بكثير من السنباط يشعر بكثير من الومي في المجتمع يوجد then أيضا جعاود في المحاولة ويوجود عاد الأنداء تشعر المستعدات حتى الأمور يجب أن نتحرك نحن صدقنا في السنباط ونحن نتحرك ونحن نتحرك мы أجمنا لأنه يتقرر بالفعل معي لكي يتجربة وعندما تحصل على مفهوك ويجعله بالفعل أنه مصنع ينبت في الفعل أنه لا يتجربة في المساعدة وأنا قلت في الأول لأنه يتجربة تقوم بالفعل وأنه لا يتجربة الإجتبات ولكن يرى أنه لا يتجربة لأننا لدينا كل ما تعطيه القرآن الأولى هي مقابلة رائعة ماتش كمبلي ونحن لدينا مقابلة ماتوريت ويطور مقابلة مقابلة وباقي المرشة إن شاء الله ونتمنى من الله باش غير يوفقنا ونوصلوا حتى النهائي هذا اللي كنت منه سي فوزي بالنسبة لخاصمة القادمة في دور الربع من تفضل منتخب ليفوري أم المنتخب الميصري في دير ما تبعنا بالنسبة لأدى كل منتخب هذه الدورة بكل صراحة أنا كنتمنى أن الفريق المصري يدوز لأننا كعرب نريد أن نتلاقه مع إخواننا المصريين وإن شاء الله تكون مقابلة ورغم أننا ما نقولوا نينان بورت كالأدفرسير مرحبا به لأننا سمعتوا توتالور في استجوابات اللعبة بوكو دي ميليتي ويقولوا بأننا سنأخذوا مقابلة مقابلة حتى إحنا ولكن إحنا كعرب نتمنى باش نتقابلوا مع المنتخب الميسري إن شاء الله شكرا لك فوزي جمال إطار وطني كنت معنا مباشرة من الديار البرجيكية